السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جمهورنا الرياضي عشاق الروية الوطنية أحييكم أينما كنتم وحيثما وجدتم دائما في قناتكم كالعادة اليوم نحن نتنول موضوع جد مهم وعلى بل هذا الموضوع يهم الجانب المروقي أكثر من الجانب الجزائري لأن الوحيد الذي سينظر صراحة هو الجانب المروقي كما لابلكم نحن في الجزائر والله سواء إفريقيا أو دول عربية وحتى الدول أوروبية لما نعطي لها والله من حاسبه جزائر طالما مسحة الديون وعونة الأفريقيا وعونة العرب وعونة حتى الدول الأوروبية اللي صراحة تعيش في أزمة والجامي حسبنا أي بلد وقلنا أنه احنا عطينا لك لازم تعطيناه ولا شيء من ذلك القبيل نتكلموا بما أنه احنا نتكلموا اليوم عن المروقي اللي راه في قلب فاضيحة أخرى هذا البلد صراحة كان يعيش على خيرات الجزائر كي هو كي الشعب المروقي لما نروحوا نتكلموا على الشعب المروقي لحد الساعة ما زال يستفاد من خيرات الجزائر وشحال كاين يعني من عمال ومقاولين مروقيين راهم هنا في الجزائر وياكلوا يعني من خيرات الجزائر ولكن للأسف الشديد يقطعوا في الجزائر والجزائريين ويسبوا حتى الشهداء لذلك يعني كمطلب شعبي ترحيل الماركة من الجزائر احنا ماشي ملاح ماشي ملاح احنا ما قلناش قرب الخير لا احنا ندير الخير لله عز وجل جزائر عمرها ما حاسبت اي واحد سواء جزائري وغير جزائري لكن بالمقابل مشي انا نوكل فيك ونخدمك ونداويك ثم تجدق الطحفية وتروح تتحالف مع اعدائي باش تضربني انا وتحب تشوفني طايح هذا الشي لاني يقبل خوة الجزائرية احنا نتكلموا اليوم ممكن نعرجوا شوية عن رياضة لانه احنا نتكلموا على المرسلة ايضا اللي كانت مع باتريس موت سيبي اللي ما زال في كل مرة يتساءل مع فوزي الاقجاع هل انتم فعلا جاهزون ما هي نسبة التقدم ولكن لا جديدة يذكر هذه المرة كان علاقة وطيدة ما بين قطع الكهرباء على المارك لرسميا اخر يوم اخر يعني مرة او اخر حصة تورد الى المارك ستنتهي يوم واحد وثلاثين اكتوبر من هذا الشهر يعني من واحد نوفمبر ما عدنا ما احنا نقولوا ما يسألونا ما يسألو لهم الجزائر ما عندها حتى علاقة ما عندها حتى عقد بتوريد الكهرباء الى الى المارك لذلك بعد ما اقطعنا الغاز اقطعنا كامل الحدود السياسية ما كاش طيران معنا حتى علاقة دبلوماسية الان بقى ان العقد انتهى اتري سيتي انتهى او سينتهي خلال شهر بحول الله تعالى وهذا يعني الخط اللي كان يروح الى المارك سوف يحول الى الدول الجوار على كل حال الجزائر قلنا انه ما نظرش وما رحش تنظر لانه الحمد لله انا في اكتفاء ذاتي واخيرا كما شفتوا اشدرت الجزائر مع الدول العربية على اخرها لبنان ولكن جا من السنة ولبنان يعطينا ولا يخلصنا ولا يصفقنا حتى اللي رو ماركيتو في الاعلام العربي ما يتكلموش على الجزائر عندهم ضغينا ميحبوش الجزائر انها هي اللي تمد وهي اللي تعاون لكن احنا حبينا يعني مش احنا وطو ما حبيت ولا كراهتو الجزائر تبقى هي كما نقول سيدة فوق الجميع صراحة على كل حد فاتريس موت سيبي ما الحق ويتساءل يعني ما عندكش كهرباء واكيد ليس بالليلة وضحاها اكرح يعني اجيب الكهرباء فبالتالي رانشوفه لحد الساعة ما زال ما كاش تحركات على الاقل من جانب الاعلام المخزن المروقي وشو هي الخطة تحكم البديلة بعد قطع الكهرباء من قبل الجزائر ما هو الحل لحد الساعة بزمكة حتى التحرك على كل حال كأس افريقيا تبقى على المحك وهذه ايضا ضربة اخرى للجانب المروقي مكاش غاش مكاش غاز مكاش تري سيتي ديون خانقة الملاعب لا يوجد راكم تشوفوا يعني الفضائح الوحدة والاخرى الفاقر وتعارفوا الان مشكلة علمية كيف رح يحلها ليلا لكن هذا هو الجشح وهذا هو الطمع وهذا هو حال من ينسى همومه ويهتم فقط بشؤون الجار نفس الشيء يعني والله نتعجب انه مروقي يعلم كل شيء على الجزائر لكن لما تسقط سيه ماذا يحدث في المروقي لانه مكاش منها لانه مراهوش سامع لانه الاعلام المروقي ميقولش الحقيقة للشعب المروقي دائما يتخبى يعني وراء العبارة الرنانة ووراء الاحلام وتركيز وتشتيت الانتباه تشتيت انتباه الشعب المروقي باشياء كافية ابرزها رح نبنيوا ملعب في 120 الف متفرج ورح نبنيوا ملعب في 30 الف متفرج ورح نبنيوا ونبنيوا ونديروا ونديروا حتى وصل بهم رق يعني طلعوا سقفة طموحات حتى قال لك رح نبنيوا 24 ملعب خاص فقط بالتدريب يعني انت خمس ملاعب اتحير فيهم باشت وجدهم رح تبني ملاعب التدريب على كل حال يبقى رح نتفرج احنا نربع وقدينا ونشوفوا ما هي كيف ستبنى خمس ملاعب كمان يقولوا ونشوفوا ما هي 24 ملعب اللي رح يوجدوها لكننا نطلب يعني صراحة وهذا اكيد ما طلب جميع الافارقة انه تلتزموا ان الكاف يلتزم بمراقبة او بمراقبة الدقيقة للملاعب مع انه الكاف ما عندناش يعني ثقة فيه صراحة على الاخر نطلب من الفيفا يعني اتخصص لجنة ما انه حتى والفيفا وعندهم يعني اكم على بلكم ولكن على الاقل نتمنى لا نطلب لانه التطلب اصبح شبه مناعدم او شبه مستحيل نتمنى ان تكون مراقبة حسب الملف انتوا في الملف قد تصور فقوغرافية وقلت انه عندي دبليلكم 24 ملعب التدريب يعني كل منتخب عنده ملعب خاص وملاعب واحدة فيها 8 متفرج واحدة فيها 6 متفرج واحدة فيها وفيها 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 وملاعب عالمية واسمات صب الذهب ويعني نطلب من الفيفا على الاقل اترقب يعني تطابق الملف مشكي الحق كاسم افريقيا راح نستقبل في ملعب نهضة بركان ونستقبل في ملعب ملعب جواري ونلعب الافتتاح والنهائي في ملعب اللي راح يلعب فيه الان المتخب المروكي لصراحة الارضية فقط لشوف فيها تصلح اما البقية ملعب تقريبا هامجي صراحة لانه ذو الحل الوحيد اللي راح يلجأوا لها المروكي مستحيل تنجح وبإذن الله راح نديروا فيديو نتكلموا على الامار الغزيرة واش خلات واش خلفت داخل لشانتي تتاع هذو الملعب لأسرهم اصلا في حالة كارثية لذلك الله يغرب يجي بالخير والمصائب تتوالى على المملكة المروكية وهذا هو قلت الحال الجشع والطمع للجانب المروكي لدائما ما يغطي الشمس بالغربال ويسرف انتباهه على الجزائر وعفوا يهتم بالجزائر ويسرف الانتباه عن الواقع المروكي المهم انا نظمت كهس افريقيا ولكن باش كما قالك المروكي الله اعلم على كل حال شاركونا برأيكم في التعليقات لا اطيل عليكم اكثر من هذا والى موضوعين اخر وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة